من أول ما ظهرت في مسلسل حق عرب وهي وكلة الجو وقدرت تركب بكل سهولة وكل بسبب جمالها اللي لفت الأنظار وكمان بسبب موهبتها اللي ظهرت بشكل كبير في موسم رمضان عشرين وعشرين كارولين عزمي أو أنغام اللي لمعت مع أحمد العوضي في مسلسل حق عرب بدأت حياتها الفنية في مسلسل الأب الروحي لكن دورها مع العوضي هو اللي فرق وخلاها تبقى تريند رقم واحد في مصر لدرجة أن الجمهور بقى عمال يسأل مين الأمر اللي ظهرت مع العوضي تعالوا أقول لكم مين هي كارولين عزمي كارولين عزمي هي ممثلة شابة ظهرت على الساحة الفنية سنة 2017 وهي من أصل مصري اتولدت في 17 إبليل سنة 1996 حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المصرحية كارولين كانت بدأت مسيرتها الفنية لما شركت في مسلسل الأب الروحي واللي قدمت فيه شخصية سلمة العطار وساعتها قدرت تعمل شعبية كبيرة بعد ما ظهرت موهبتها الفنية وكمان خطفت الأنظار بجمالها ومن هنا كانت انطلاقة كارولين اللي اتفتحت لها بسببها بوهبت النجومية وشركت بعدها في أعمال كتيرة جدا منها مسلسل وراء كل باب والشارع اللي ورانا وفوق السحاب وكمان مسلسل أبو العروسة الحقيقة مسلسل أبو العروسة يعتبر من أهم الأعمال اللي اشتركت فيها كارولين بس الغريب ان المنتج إبراهيم حمودة كان رشحها تعمل دور هاجر في أبو العروسة ولما الشركة تواصلت معها اتفاجئوا برفض كارولين عزمي للدور لحد ما المخرج أقنعها انها تشارك في أبو العروسة الأغرب من كل ده انها بعد ما كانت رفضت دور في الأول لكن ترعت في مرة وعلقت على شخصية هاجر وقالت ان شخصية هاجر اللي عملتها في مسلسل أبو العروسة هي شخصية حقيقية وموجودة معاها من صورها وقالت كمان ان شخصية البنت الشائية وعلاقتها بأسرتها موجودة في كل أسرة كارولين عزمي كمان علقت على نجاح أبو العروسة وقالت مسلسل أبو العروسة هو سبب وجودي على الساحة الفنية كمان هو السبب الرئيسي في شهرتي والناس كلها عرفتني بسبب شخصية هاجر كارولين كانت كشفت عن بدايتها الفنية وأكدت انها مرت باختبارات وتجارب كتيرة لم حد ما قدرت توصل للي هي في دلوقتي وده لما قالت كان فيه 400 بنت بيعملوا افتبارات وفضلوا يصفوا البنات واختاروا 150 واحدة وبعدين اتصفوا لحد 11 واحدة واختارها الفنان محمود حميدة عشان تشارك معاه في مسلسل الأب الروحي واللي عملت فيه دور سلمة العطار كارولين كانت اتخطبت سنة 2021 لرجل الأعمال بشوي سامير ويليام وعملوا حفل عائلية وقتها وما حضر شجير الأهل والأصدقاء بسبب فيروس كورونا ومع ان خبر الخطوبة كان مفاجئ لجمهور كارولين لكن الكل تفاجئ بعد خمس شهور بس من الخطوبة لما طلعت كارولين اعلنت انفصلها عن خطبها وقالت الحمد لله كل شيء اسمه نصيب وربنا يكتب الخير للجميع طبعا بعد الخبر ده كان واضح ان كارولين ركزت جدا في مستقبلها وفعلا قدرت تنجح اكتر وتقدم ادوار كتير نجحة وكان اخرها شخصية انهام اللي قدمتها في مسلسل حق اعرب مع احمد العوضي واللي رجعتها للترند من تاني وخلت الكل يشيد بجمالها وموهبتها انت كمان قل لنا رأيك في موهبة كارولين عزمي اشتركوا في القناة